السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في القناة الفلاحية ديالنا اليوم جينا نهضرو على موضوع تربية الأبقال الحالوب نبدأ على بركة الله كما كتعرف البقر الحالوب هو واحد الحيوان تطهي عطاك تلافيه تلافيك ولكن اختيار البقرة شرط أساسي يعني هناك ستختار العرص بير يعني ستكون مأصلها لتحصل على بقرة حالوب أصلة من بقرة كروازية يحتاجنا 5 ديال الأجيال يعني تولد لنا البقرة الكروازية وهذا النتوى تولد لنا أنتوى تنوصله للجيل الخامس هنا نكون وصلنا البقرة الأصلية تكون فيها فورما ديال بقرة الحالوب مثلا إذا كنا اعتمنا الهولشتاين ستخلط لنا العجلة عالية إذن الفورما ديال البقرة الحالوب بحال الهولشتاين كتكون ملور عالية عندها أدام خارجين والدرع ديالها كبير ومدلي بطريقة مستوية يعني إذا كالدرع مفرق في الوسط وهابت قد لي من قد ليسر بالنسبة للأسواق صعب تلقى بقرام زيانة كتجمع بين الحليب والخصوبة غالبا ملاهك يبيعها على شي ديفو ولا كيجيبوا بقار ديال الريفورم يعني بقار اللي كيكون مبقاش صالح في الفيرمات الكبار حتى يغرق الضرع اللي بقى مشارج لتلتيام وكتحلب قدام خمسة ورداتين لترو ولكن فاشكات تاخدها ما كتتعداش لك عشر ايطر وكتصبح لك مرأة حيث يتمح البواش في السوق لمدة طويلة إذن الإنسان يحاول يشري أفقار مستوردة اللي كتكون بوريقتها ووصلها لجيل الخامس والله غتشري عن طريق تعاونية ديال الحليب كتبقى تخلص العجلات الضارة لمدة 24 شهر تهدي طريقة مزيانة وبني غتكسب الأصل غتبقى تحصل على عجلات ديال الحليب أصيديين لما خاص تفرط فيهم حيث هما مستقبل المشروع غالبا للعجلات قد تضرب على 17 شهر ولكن قبل ما نضربها كان شروط خصوات تحتارب معايير ديال الطول هنا كنهضروع لها 145 سنتيم ديال الطول يعني تقريبا متر وانس الميزان خاص يكون فيها 350 كيلو إذا كانت قل يعني هو كيصلح ولكن يمشي بزاف يعني تقدر تضربها وهي صغيرة وتقدر تطرح إذا على 350 كيلو ونضربها هنا تقدر تحمل بطريقة منتظمة ويكون عندها قوة ومقاومة باش ما تلقاش مشاكل في الولادة الأولى الولادة كتكون كما قلنا كنضربها على 17 شهر إذا بدك السين ديال 26 شهر يعني عامين عامين وشهر عامين وشهرين هنا كتكون عندنا العجلة واجدة يعني ولدات وهنا ربحنا عجلة أصيرية بالنسبة لهذا الأبقار ديال الحليب خاص الكوري يكون فيه الهواء يعني ستبنيه كما تشوفه في الطاور بالزنج يعني هذا الشيء كبير نحن نقولون انت هذا تبدأ غادرغي شوية الزنج وحل المساها ديال 150 متر هناك تخليهم يدلوه فيما بغا ويمشي وتشمشوا فيما بغا بالنسبة للناس بالدرجة انك تبدلو غسي المقابل واللي يحل باكو النهار راهكات نقص الحليب ايضا نخليوا هات البقار ديالما مطلق على خاطره ونخليوا هاته الماء 24 ساعة والملحة حية باش نحافظوا على اكبر انتاجية ايضا هات البقار الحالوب بحال الهوشتاين والموبيليار بس ضروري نخرجوهم يعني ضروري يخرجوا يرعاوا يبقوا يضعوا علاج لهم حتى هذا عامل مهم في انتاج الحليب بالنسبة للفصل الصيف مع ارتفاع الحرارة نشدو التيو ونقوم لوشولهم مرة مرة كي نحط الطريقة باش يزيدو انتاج الحليب وهي نديرو خشبه فيكسي مع اللقاف فيها الشطابة هذي الدور ديالها كتخلي البقارة تبقى تلعب وتحكي جلدها ماذاكش طابة كتكون مرتاحة وراشقة لها واللي كينعاكس ايجابيا على المردودية ديالها بالنسبة للضرابة منين تشوف البقارة بداس كتنقذ يعني بداس كتطلب الضرابة هنا ماشي نجو نعيط الملقح نيشان نساينو 11 ساعة وعاد نتصلب الملقح هنا كتكون نسبة كبيرة باش تشد لنا البقارة ديالنا نصيحة اخرى للناس اللي غايب دوا تربية الأقل حالوب يعني خستقدروا وريد جهاز الارض ديالك بقوت اقوت قدير واحد جوجل هكتار ما بين الدراء والفصاء هنا قتمقص عليك بزاف ديال المصاريف والبقارة خستك تتخلى فيها خصوصا على النوع ديال الحليب ما خستكش تبقى تشتر معاه يعني الخير خستو يكون في الارض ديالك وحتى الملقح ما ننسى وش نتهلو فيه باش ما يعطيكش تلقيحة متوسطة انت بديتي تخدم بالجودة خصوصت تقنيت تهلو فيه ووصيه بالجودة ويطلب ليك تلقيحات المزيانة في الحليب حيث دابا كينيش تلقيحات خاصة متذكر او الانتة ديال الحليب هادو ديال الانتة ديال الحليب كيكونوا جودة عالية وكيشاركوا بهم في معارض اذا نتمنى وتكونوا خديدوا بعض المعلومات على هاد المجال ديال تربية الابقار الحالوب وما تنساوش تبركو على زر ابوني باللون الاحمر باش ان شاء الله نخدمو عدد من الحلقات اخرين يفيدوكم ان شاء الله في هاد المجال والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة